لكن عام اينشتاين المشهود لم ينتهي في اخر بحث كبير نشره عام 1905 قدم اينشتاين وحدة اعمق في اثناء حسابه لكل التعقيدات في نظريته لاحظ علاقة غريبة اخرى علاقة بين الطاقة والكتلة والضوء موسيقى موسيقى انستان senses اثناء شرطة الليل ت الرئيس بход من البياند موسيقى لا يمكنك الهرارة موسيقى يقول لنا لدينا موسيقى شحبا انستخدقنا على البياند وعلى انها تحصل إلى الجهد الحمد و نستطيع ستحصل إلى الجهد الحمد كثيرا و حاول تحصل إلى الجهد الشهر ولكنها ستحصل إلى الجهد الحمد وتحصل على الجهة الحمد أينيه يفعل السجل؟ لها تحصل إلى مكان أعزاب الصلاة نحن المصانب فقط بخصص الحظ بنزل سناديциативته الحمد أمناك السلحة المنظمة إنه موجودة إدى chiarًا أحاول أن أنستيح يتبع أن أظن أظن أنني أجد أثناء تشبي إلى الهنة من الأسنة إذا أجد أن الأسنة والأسنةougات لا تظنون لا تظنونهم أم يمكن أن يكونون مطاعدين من autre المترجم للإنشتاين وقامته الخاميسة عام 1905 للنشر بثلاث صفحات فقط اوضح ان الطاقة والكتلة تربطهما علاقة مربع سرعة الضوء اي يساوي امسي مربع باربع نوطات في سلم الطبيعة تمكن موظف براءة الاختراع هذا من تأليف لحن جديد كان حصيلة سنواته العشر في رحلته مع الضوء وقامت بقية هنا sitter في أين العالم الأمم. هناك عالم الاجتماعي مختلفة من محسن، أشياء مختلفة. فإن يقول غير السيدة. الأن بكiltه يمكن أينبقاء معي، وتعروي اللي الجددين يمكن أن يوم عيلي. هناك وشكل شيء طريفا بين وجود الأنجي من الأهل، من الماء، ونية. أين مصغر . That equation shows that every piece of matter in our universe has stored within it a fantastic amount of energy. The speed of light, for example, is about 300 million meters per second. You multiply that by itself and you get 90 quadrillion. So in other words, what is matter? In some sense, matter is nothing but the condensation of vast amounts of energy. So in other words, if you could unlock, somehow unlock all the energy stored within my pen, that would erupt with a force comparable to an atomic bomb. After Einstein's fifth great 1905 paper, physicists no longer spoke of mass or energy. They're now the same thing to us. The end of the year لعل أعظم سنة بالنسبة إلى العلوم الإنسانية قد انتهت إلى الصمت المطبقة. لقد نشرت المقالات من دون أن تعطي أي صدن. I think the God is all happy at me. ثم بدأت الأمور تتحرك. رسالة هنا، ورقة هناك. طوال أربع سنوات، راح أينشتاين يجيب على كل تساؤل بجدية وأمانة محاولاً شرح أفكاره الصعبة والمعقدة لعلماء الفيزياء. أحب العلوم الإنسانية I love the idea that life just went on as normal. Here are these universe-changing papers circling around and the world is struggling to come to terms with them. Einstein had a fan club of just one. Luckily, it happened to be the most important living physicist. Einstein. Einstein. Max Plank has sent someone to see you. Max Plank? Yes, he has sent his assistant. He's here to see you. Max Plank أبرز الفيزيائيين حتى على التعامل مع أينشتاين بجدية. بعد أربع سنوات من الانتظار عين أستاذاً للفيزيائي في جامعة زيوريخ. ومن هناك انطلقت شهرته. نصب أستاذاً للفيزيائي في برلين ليحقق شهرة عالمية ويصبح علماً في بلاده. لقد غدى أبى الفيزيائي المعاصرة بلا منازع. لكن نجاح أينشتاين أدى إلى فشل زواجه. في عام ألف وتسعمائة وتسعة عشر طلق ميليفا وتزوج ابنة عمه. ترجمة نانسي قنقر أصبحت معادلة الطاقة تساوي الكتلة ضرب مربع سرعة الضوء الكأس المقدسة للعلوم. لقد أنبأت بمخزون الطاقة الهائل الكامن في الضر. ظن أينشتاين أن سبرها سيستغرق مئة سنة من البحوث لكنه لم يتوقع يتم سبرها خلال الحرب العالمية الثانية في ألمانيا الهتلرية. كانت ليزا مايتنر النمساوية ذات الثمانية والعشرين ربيعا امرأة خجولة جدا. على رغم من قلقها وصلت دكتورة الفيزياء الشابة إلى برلين وهي مصممة على الحصول على عمل في حقل النشاط الإشعاعي المثير. لكن لسوء الحظ لم تكن جامعات ألمانيا عام 1907 توظف النساء الخريجات. لكن ولحسن الحظ كان هناك من وقف إلى جانبها. من السيدات؟ دعني أنني أتحابي مع المثالي. أمم استخدامنا القادمة لكيونك. الحظر أن أرادية ربا وثوراتيون. ومن المثال الفوراتيون سيئتوني. نضغي أن أتحابكم دكتوريوني معكي. أريد ان تدرئي wow. ولا يمكنك الحظ مناسب لكي امتحاني. وأم الثماتيكي. أم الثماتيكي. وأم الثماتيكي. قامت ليزا مايتنر بأول خطوة في رحلة سوف تغير تاريخ العالم بالتأكيد